يعطيكم العافية طلاب العزاء اليوم معنا قطعة الطب البديل هل هو فعلا حل الفقر الاولى هاي بتحكي عن انه طباء ما كانوا مقتنعين في فاعة الطب البديل تمام ولو اشكال زي العلاج بالموارد الطبيعية والوخص بالابر وانه الناس كانوا في القديم يتعالجوا لهم شخص غير مختص لا يحمل شهر طبية ونظرة الناس للطب البديل تغيرت وفي دليلين طيب خلنا نحل الاسئلة مع بعض بمكانك توقف الفيديو تقرأ الفقرة منيح هاي بترجم عندك وبعدين تنتقل لحل الاسئلة اقتبس الجملة التي تدل على انه معظم الطباء لا يؤمنوا بانه الطب البديل او اشكال طب البديل العلاج بالطب البديل ناجح العلاج بالطب البديل ناجح عندي هون كلمة هي بتدل حل اللي هو شاكين يراودهم الشك معظم الطباء يراودهم الشك حول فعالية اللي هومياباثي والاكيوبانكتشر واشكال اخرى من الطب البديل هاي الجواب السؤال الاول السؤال الثاني على نمط الوزارة النص بيحكي لنا شكلين من اشكال الطب البديل طبعا الشكلين هاي هوا الهومياباثي والاكيوبانكتشر تمام وين هم الخيارات الهومياباثي والاكيوبانكتشر السؤال الثالث ما كان المرضى متعودين يعملوا عند تلقي العلاج غير التقليدي اللي هو العلاج الطبي اللي منعرفه تمام نيجي بحكيه هون هاي اذا المرضى كانوا يستشيروا ممارس خاص هو والذي عمي بتعود الذي الهومياباثي كان المرضى ليس لدي مدينة مدينة اذا لهن تمام السؤال الرابع رأي لان السؤال الرابع التي تظهر الوزارة النص بيحكي النص بيحكي التقليدي هاي تغيير اقتبس الجمل بتدل انه العلاج نظرة الناس هو مبدأ العلاج غير التقليدي التقليدي اللي هم نعرفه غير التقليدي نفسه الطب البديل تغيرت باجيب من هون بقول انه في السنة الاخيرة نفس نظرة الناس لهذا النوع المعلاج هاي نقطة بوقف لنا اقتبس تمام شو يعني عندي هون اللي هي الدليل صح بحفظها وكم الدليل بدهو اثنين على انه نظرة الناس الطب البديل تغيرت هون فيه شغلة مهم لازم حكيها كلمات السؤال او الفكرة لما يقول اقتبس باجيبها نفسها للجمل نفسها لكن لما يقول لي بدهو دليل الفكرة الموجودة بالسؤال او كلمات السؤال لما اروح عليها واجيها بالنص باجيب من بعدها الدليل بيجي من وين دائما من بعد كلمات السؤال للجمل هذه الايام هذه الايام كثير من الطباء العامين وطباء الاسرة من دكتور بدروسوا طب تقليل وطب عادي وكثير من مستشارين الطب البديل صار عندهم ايضا شهادة جامعية فهي قديش الدليلين انه ننظرت الناس الطب البديل تغيرت طيب الفقرة الثانية بتحكي لعن انه قاد انهم ما كانوا مقصنعين والان اصبح لخبراء الطب الخبراء الطبيين اصبح عندهم رأي جديد بشيء متعلق بالعلاج التقليدي نقرأ الفقرة وبعدين ميجي لأسئلة من الذي يؤمن باستخدام الطب البديل ان العلاج التقليدي لم ينجح في علاج المشكلة من هم باجهون بلاقي هايو عندي think of خبراء الصحة كيف رونا الطب التقليدي هذه الايام من الشائع عند خبراء الصحة انهم اصبحوا يعترفوا الان انه العلاج التقليدي ربما لا يكون الطريقة الوحيدة لعلاج المرض هاي هي جواب السؤال الثامن السؤال التاسي بحكينا عن عياذة في لندن عرض عليهم خيارين الطب العشاب والطب التقليدي والطب العادي والي هو التقليدي والمعظم اختار الطب العشاب لشكاوة عامة مثل الاكتئاب والنايغورين الشقيقة واشياء زي هك والارق وخمسين بالمية منهم وجدوا انه العلاج نجح تمام وفي عندي كمان العلاج الطبيعية اللي هومياباثي بعالج كثير حالات مرضية زي الحساسية والاكتئاب والقلق طيب هاي الأفكار الرئاسية بالقطعة طبعا تقرؤوها السؤال التاسع في عندي خيارين للطب عرضوا او العلاج عرضوا على المرضى في العيادة الجراحية اذكرهم يشم الخيارين الهيربل او الكونفينشينال ميديسين هاي يوم تمام هيربل او الكونفينشينال ميديسين طيب في شكاوة عامة معظم الناس في العيادة كانوا يشيحانوا منها اذكر اثنين منها هاي كلمة شكاوة عامة اعطيني مثال زي ايش والشقيقة هاي ثلاث انت نجيث شو ما نوع العلاج اغلبية المرضى في العيادة اختروا معظمهم شو اختار معظمهم اختار اختاروا الالاج بالعشاب طيب اقتبس الجمل اللي بدل انه شعن يا هاف نصف معظم نصف المرضى اللي بالعيادة وجدوا انه العلاج بالهرب العلاج بالعشاب ساعدهم طبعا هاف نصف مش رح الاقيها كلمة هاف رح الاقي ايش رح الاقي كلمة 50% 50% اللي هي بدل على النص ف50% من مرضى قالوا حينها انه علاج ساعدهم تمام طيب عنده هالضمير اللي بالاخر ات عم ينبعود على الهومياباثي على الهومياباثي هومياباثي اوكي طيب باجي هون بنقي الخيار الصحيح واللي هو سي هومياباثي هومياباثي طيب اني الكلمة معناها انا اولا مشو كلمة جونتس اصلا بعرف انه شو بده مفاصل بنقي بي ارترايتس التهاب المفاصل طبعا بامكانك ترسل لي رسالة الواتساب هذا الرقم عشان تحصل على واتتبع انت بسهولة من عندك او تطبعها ورقي واتتبع على كل القطع اللي رح اشرحها هون طيب الفقرة هاي البعدية هون بتحكي لعن انه العلاج الطبيعي لا يمكن او العلاج غير التقليدي الطب البديل لا يمكن استعماله كايميونيزيشن استطايمات لانراض الطفوة لانه ما بنتج انتيباديس ما بنتجاش موضوطات حيوية وبعادش امراض زي المالاريا تمام السؤال 16 اكتب الجملة التي تدل انه الطب البديل لا يعمل كبديل لالتطايمات ما بعمل بديل لالتطايمات منقول هاي هون ليش لا يحل موضوطات حيوية لانه لا ينتج موضوطات حيوية يحتاج لها الجسم لانراض الطفولة الثلاث اللي في الفقرة كلهم بهمين على السؤال 17 ليش الطب البديل ليش لا يحل محل التطايمات نصف الجواب السابق نصفه هاي هون عند بمعنى لانه لا ينتج الموضوطات الحيوية التي يحتاج لها الجسم للحماية من امراض الطفولة تمام لعند النقطة نفس الجواب اللي قبله اوكي فهون عندي كمان الفقرة او الثمنطاش اي مرض الطب البديل لا يعالجه اي مرض الطب البديل لا يعالجه حكينا اي مرض اعطني مثال لا يستطيع مالاريا بالحماية من المالاريا تمام طيب احد الاطباء قال انه راح التجه دائما للعلاج التقليد اول ليش لضمان انه ما في حالة مهمة تم او مخفية تم اهملها او فكرة الطب البديل لم تعد غريبة والطب البديل والطب الحديث يجب ان يعملان مع بعض وليس ضد بعض سؤال لضمان تنشور لضمان انه ما في حالة مخفية تم احملها هذا واحد طيب عشرين اقتبس الجملة التي تدل على انه الطب التقليدي is not a new idea these days الطب التقليدي لم يعد فكرة جديدة هذه الايام مش فكرة اياش جديدة الجواب الجملة بعد however the idea of complementary treatments فكرة العلاج بالمواد الطبيعية is no longer لم تعد an alien concept كلمة alien غريب لم تعد فكرة غريبة اذا هاي الجواب واحد وعشرين write down the sentence which indicates اقتب الجملة اللي بتدل على انه الطب البديل والطب الحديث should be both used to treat an ailment يجب ان يعملان سوية او يستخدمان معا للعلاج an ailment ailment زي المرض او العلاء اللي هو في الاخر هو انقال in my opinion في رأيي it should work alongside modern work الات الاولى هاي بتود عمين على الكمبلمانتري مدسين اللي فوق او treatment العلاج بالطب البديل يجب ان يعمل مع الطب الحديث not against it ليس ضده الات الثاني يعني بتود عالطب الحديث عالطب الحديث اذا هذا كان كل اشي بتعلق في قطعة الطب البديل يعطيك الف عافية اشتركوا في القناة